يتزايد عدد الجزائرين الساعين للوصول إلى إسبانيا وهم يشقون طريقهم عبر البحر المتوسط معرضين حياتهم للخطر من أجل غد أفضل وفي الأشهر الأخيرة ارتفع عدد هؤلاء الجزائرين الذين يطلق عليهم اسم الحراقة الوافدين على سواحل جنوب شرق إسبانيا أو جزر البليار جيتنا من جزائر بلاشا لديماريت من همتي بازا يسموها داموز بلاشا هذي بلاشا طعا داموز دمارينا ملفهم على زوشتال ليل صح الخوف في كونيكم بين البحار ما بعلينا البحار طرنا 24 ساعة في البحار سوفرنا شوية مع البحار كان يخدموا وقع والحمد لله يا ربي لحقنا لحقنا عيانين وقع ودخل 9664 جزائريا بشكل غير قانوني إسبانيا منذ بداية العام أي بزيادة 20% عن العام الماضي بحسب وثيقة داخلية صادرة عن السلطات الإسبانية وعلى الجانب الآخر من البحر المتوسط يعاني أسر الحراقة من القلق الشديد يرتفع عدد القتل والمفقودين بشكل كبير مؤخرا ولا يبدو أنه سيتوقف قوارب أكثر تغادر ومعها أشخاص أكثر وعائلاتهم تعاني من القلق الشديد فقد يمر سبعة أيام بين مغادرتهم وإجراء أول تواصل معهم قد يجرفهم البحر لأربعة أو خمسة أيام وقد ينتظرون بين يوم وثلاثة أيام حتى يطلق سراحهم ما الذي يمكنك أن تقول لعائلاتهم طوال أسبوع لننتظر أو أن تدعمهم نفسيا قليلا وقد اعترضت السلطات الجزائرية أكثر من 4700 من الحراقة في عام 2021 أكثر من نصفهم في أيلول سبتمبر بحسب وزارة الدفاع الجزائرية وبرزت ظاهرة جديدة تتمثل في تزايد عدد النساء والأطفال الذين يخاطرون بحياتهم للعبور كان من غير المألوف السابق رؤية عائلات أو أطفال أو نساء يصلون على متن قارب جزائري أما الآن بدأنا نرى أطفال وعائلات على القوارب كان من النادر العثور على قاصرين أو نساء على متنها ولقيا 309 مهاجرين على الأقل بينهم 13 طفلا حتفهم في غرب البحر المتوسط منذ بداية العام بحسب المنظمة الدولية للهجرة ترجمة نانسي قنقر